هوطاننا هوطاننا ست كلمات تنشدها فنانة الأوبرا التونسية أماليس ديري تختزل بها محن ملايين المهجرين واللاجئين الذين شردتهم ويلات الحروب ونحن نهجر الأغنية لوحة من مشاهد أوبرا ينجزها المؤلف الموسيقي اللاجئ العراقي قتيب النعيمي يروي فيها معاناة المواطن الذي دمرت بلاده وانقسم أهله وشرد بعضهم وهو في الحقيقة يحكي سيرته بالصراحة تكلم لك هي جزء من قسطي جزء من المعاناة اللي يعيشها كل عراقي في زمن الحرب في 2003 والمعاناة والانتظار والحرب والخوف والاضطهاد والإرهاب والأمور سيناريو الأوبرا كتبته مؤلفة فرنسية تتعاون مع قتيبة من أجل مؤامة الإقاعات الشرقية وتقليد موسيقى الأوبرا الغربية والمسج يثمر أحيانا جملا ساحرا موسيقى إعداد السيناريو تطلب من البحث في مختلف جوانب محنة اللاجئين الذين يفرون من الحرب ثم قمت بالكتابة المسرحية والشعرية قتيب النعيمي حاول توظيف آلات وأصوات شرقية في عمل أوبرا تدوم ساعتين والعمل يشري لتنظيم عرض الأوبرا في عشر دول أوروبية أعجبت بالمسج بين الموسيقى الحديثة والآلات التقليدية وقد وفق المؤلف في هذا المسج وقد اكتشفت في هذا العمل مزجا جميلا ناجما عن عمل بحثي حول استخدام الآلات الشرقية في الأوبرا الغربية قتيب النعيمي ورفاق اللاجئون في الفرقة الموسيقية والعازفون من جنسيات عدة الذين يشتركون معهم في أوبرا اللاجئي يأملون عرض عملهم فوق مسرحين عربي مردين الفريد العربية تورني غربي بلجيكا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر